ونروح مع حضركم لوزارة التربية والتعليم لأن الوزارة قالت النهاردة على لسان متحدثة رسمي أنه في حالة أن الوزارة تستقبل أي شكاوى من أولياء الأمور في المدارس الخاصة أو الدولية هيتم إرسال لجنة للتحقيق ولو ثبت أن المدرسة دي خلفة القرارات الوزارية اللي بتنظم زيادة المصرفات هيتم تحولها فورا للشؤون القانونية قال كمان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بتتابع الشكاوى اللي بتجيلها من أولياء الأمور من حضراتكم عن طريق مكتب خدمة المواطنين في دوان الوزارة أو أرقام الهواتف اللي مخصصينها للموضوع ده أو بوابة الشكاوى الحكومية وبعدها بيتم إحالتها للإدارات المختصة